هنا قلنا قوطين ووجد المحصلة مالتهم وعندما يكون هذه القوطين متقاطعة بنقطة واحدة وعندما يكونون متعامدين ومثلين ايضا تكون غير متعامدة وكل واحدة قوانين الخاصة حتى اوجد المحصلة مالتهم وعندما هم عندي الموضوع الاخر الذي اخذناه هو عكس انه ايجاد المحصلة وما هو عكس ايجاد المحصلة ؟ من يمكن يجاوبني ؟ ايجاد شنو ؟ المركبات عكس ايجاد المحاصلة عملية ايجاد المحاصلة هي تحليل القوة الوحدة المركبتين المركبات اسمها المركبات يعني بالعكس القوة الوحدة اشيلها واخلي مبدالها تأثيرها على محورين اشوف التأثير هذه القوة على محورين يعني اذا شلتها وحولتها الى قوتين كل قوة على محور فجدت تكون قيمة كل قوة واحدة وسميناهم المركبات والعملية سميناها عملية التحليل القوة فهذه المحاور همنا اللي الها حالتين اما هي تكون متعامدة او تكون غير متعامدة هاي المحاور وايضا الها نفس قوانين الحالة الاولى فهذا مثلا نجي حلنا نتمرين خلينا نجي نشوف مثل مرتلوخ اهنا نكمل بعد تحليل حل التمارين والامثلة الاكزامبل 2 اكزامبل 2 محل لنا مطلب ويايا اكزامبل 2 اهنا محل علينا تمام فاكزامبل 2 اجي اني عندي اهنا اشوف شي ديري دي شوف ريسولف ريسولف ذا هريزانطل 600 باوند فورس اوكي احلل 600 باوند فورس وده يقول لجبيها هوريزانطل يعني شنو واقعة ويا الافق يعني على ال اكز اكز انتو كومبنانتز يعني شنو احولها الى مركبتين acting along the u and the axis هنا انا رح حولها الى مركبتين لكن المركبتين وان صارها واحدة على ال u axis واللخة على ال v axis and determine the magnitude of these components طبعا لازم اوجد قيمها قلنا احنا نقول قوة لازم اوجد لها المغنيتود اوجد لها ال direction واوجد لها ال sense طبعا ال direction هنا انا معلوم انه هاي المركبتين وهنا واحدة رح تكون على ال v و واحدة على ال u باقي اوجد المغنيتود لها ووجد بعدين ال sense فاش رح اجي اشوف خل اكبر المثال واشوف شون رح اقدر اتعامل ويا هي جي سؤال طبعا من يجين هي جي السؤال ش رح اسوي انا ما ارسمها كليتا مثل ما قلت لكم الرسم كلش مهم هنا بال static ش رح ارسم ارسم المحاور انا اللي شي اللي يهمني اللي هو شنو هو المحاور فعندي هذا هو المحور v اللي هو اهنانا وعندي اهنانا المحور الاخر اللي هو المحور u هذا هو المحور u ومنطين الزاوية اللي بينعتهم جي قيمتها قيمتها 30 درجة وين صغيرة القوة صغيرة القوة ويا خط الافق يعني هي جي هوريزانطل دي يقولي وقيمتها جي قيمتها 600 600 باون اوكي اذا انا اثبت كل المعلومات الموجودة عندي واخليها على الرسم فاللي رح ينطيني رح ينطيني رسم بهذه الصورة انا اجي شنو من احل احل لأرسم الامور اللي تخصني فقط واللي هي طبعا قلنا شنو هي المحاور عندنا المحورين الفي وليو زاوية بيناتهم 30 وعندي القوة هوريزانطل 600 والزاوية تميل عن محور يو جدي قيمتها ايضا 30 درجة اوكي بهذه الصورة يعني احط مبسط خطط مبسط للرسم اللي موجود هس اول خطوة انا ابدأ شراح اسوي ديريد مركبتين واحدة على الفي واللخوين ده صير على اليو هاي المحاور رجبيها متعامدة ما متعامدة مون تمام ما متعامدة هاي المحاور فهذه الخطوة هس آآ شنو عندي اما اكمل مستطيل او متوازن مستطيلات مو صحيح نقلنا هي شنسوي منا بدي نرسم ازاي من هن رح أبدي أكمل من من نانا من نهاية القوة من نهاية القوة ش رح أرسم منو يقدر يقول لي يلا طلاب رح أكمل متوازن مستطيلات شون أكملها هذي نقطة الالتقاء وهاي القوة وين أكملها من نهاية شمع أرسم محاور موازية للمحاور للي عندي تمام عافية علاج أرسم محاور موازية للمحاور اللي عندي من وين رح أرسمها من نهاية القوة يعني من الرأس مصحيح زين من طلاب أرسم من جوة لي فوق يعني أرسمي لي جوة لو من نالة الهنان أرسمي لي فوق وين؟ أرسمي لي فوق هذا هي شي لو أرسمي هي شي يا هي هذا أول واحد لو ثاني واحد يا هو الصحيح الثاني هو الصحيح الفوق هو الصح الثاني آخر الثاني واحد تمام الصحيح هو الثاني واحد ليش الثاني واحد؟ لأنه أنا أريد أكمل متوازن مستطيلات فاذا سأفعل؟ من نهاية هذا أرسم يعني هذا سيكون واحد من الأضلع فمن نهايته أرسم الضلع الآخر فأرسم موازي لليو يعني أنا من نهاية إذا أرسم موازي لليو لازم أرسمه باتجاه يروح يقطع للفي مو أروح للأعلى شا سوي بالأعلى؟ ما عندي في بالأعلى يعني الفي ماتي للأسفل فإذا أرسمت موازي لليو فلازم أرسمه باتجاه بحيث يروح يقطع لي المحور الآخر اللي هو منه هو الفي نفس الحالة مننا رح أرسم موازي للفي أرسم لي جواله أرسم لي فوق لا لي فوق لي فوق لأنه لي فوق هو اللي رح يروح ويقطع لي المحور Y أوكي بهذا الشكل إذا هسا كملت متوازي المستطيلات هذا هو متوازي المستطيلات فأجي هسا ورا ما كملتش رح أسوي أجي أشوف عندي هذا المثلث وين رح تكون المركبات المركبات واحدة هتكون هذا الضلع اللي هو هنانا على هذا الضلع المركبة على الـU والمركبة على الـV رح تكون على هذا الضلع أوكي بهذا الشكل هاذي رح أسميها FU نسبة أنه ده صار على محور U وهاذي رح أسميها هسميها FV نسبة أنه هي صار على المحور V السينس هسا عن الـDirection موجود كل واحدة على المحاور السينس بالنسبة للـFU نحو الأعلى لو نحو الأسفل وين أرسمها؟ نحو الأعلى نحو الأعلى تمام عافي عليك هذا هو السينس نحو الأعلى زين بالنسبة للـFV رح أرسمها نحو الأسفل نحو الأسفل عافي عليك أيضا صحيح نحو الأسفل بهذا الشكل تمام؟ رسمته نحو الأسفل أوكي هسا طبعا أني رح أخذ اتجاه معين ورح أكمل عليه فمثلا حاخذ يا أما أخذ هذا المثلث يا أما أخذ هذا المثلث وخلنا أخذ هذا المثلث مقائم الزاوية مقائم الزاوية إذن رح أستخدم القوانين اللي ما ألها علاقة بالمثلث القائم الزاوية اللي هو شنو هو قلنا كم قانون عندي هنا بها الحالة؟ كم قانون طلاب عندني هنا للمثلث مقائم الزاوية؟ قانونين الأول اللي هو شنو هو قانون الـR مو صحيح تحت الجذر هذا الطويل وقانون الثاني اللي هو شنو هو قانون الساين فأجي أشوف هنا أنا شنو عندي ويا قانون أستعمل بالنسبة لهذا المثلث شنو هو المعلوم؟ المعلوم الستمية الضلعين الآخرة المركبات هي مجهولة تمام؟ بعد هذه الزاوية معلومة إذن أنا عندي ستمية وعندي زاوية واحدة معلومة عندي مجهولة شنو رح أقدر هسه أوجد المركبات أقدر أستغطم قانون الـR؟ يفيدني؟ لا ما يفيدني لأنه عندي مجهولة إن أنا إذا اعتمادت R هو الوتر فالـFV والـFU مجهولة ما أقدر أحل المعادل إذن رح أرجع أعتمد شنو هو